عقدت منظمة النهضة العربية وبالشراكة مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب عقدت ورشة عمل في العاصمة عمان لإعداد رسائل إعلامية لمشروع تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل في المملكة بحضور قضاء ومحامين ورجال قانون ومندبين منظمات مجتمع مدني أردنية وغير أردنية إلى التفاصيل عقدت منظمة النهضة العربية وبالشراكة مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب عقدت ورشة عمل في العاصمة عمان لإعداد رسائل إعلامية لمشروع تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل في الأردن بحضور قضاء ومحامين ورجال قانون ومندبين منظمة مجتمع مدني أردنية تأتي هذه الدراسات في دور ممارسة مجتمع مدني لدورها في المسئولية التشاركية في مساعدة القطاعات الحكومية وقطاعات العدالة تحديداً بما يتعلق بهذه الدراسة حيث أن مؤسسات المجتمع المدني في إلهم إمكانية للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع قد يصعب على السلطات القضائية الوصول إلها لهم الأطراف المعنيين بقطاع العدالة وليهم الناس اللي بتعاملوا بشكل يومي مع القضايا ومع المحاكم ومن أهم مخرجات هذه الدراسات تشير إلى قضية جداً مهمة وهي ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين ولدى النساء بشكل خاص الأمر الذي يتسبب لهنا في مشاكل كثيرة الأمر الذي يتسبب بعدم معرفتهن للحقوق فبالتالي ضعف قدرة المطالبة بهذه الحقوق ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسات وأهمية الإطلاع عليها كونها تعطينا المزيد من الأرقام والحقائق بما يتعلق بقطاع العدالة وتعامل الناس وثقة الناس وقالية التعامل مع الأمور القضائية تم خلال الورشة عرض لملخص المجموعات المختارة من التقارير الخاصة بقطاع العدل والتي كانت منظمة النهضة العربية قد أعدتها خلال الأشهر السابقة كالاحتياجات الأساسية ودرجة الرضاة وتصور العام بخصوص قطاع العدل بالأردن كما وتم طرح مجموعة من نتائج تلك التقارير والاستبيانات التي كانت قد جمعت من شريحة كبيرة من أبناء الشعب الأردني في العديد من المحافظات فإن ضمير الشخص نفسه يأباه ويخاف من انتشارها كما وتم خلال الورشة التشاركية عرض لأبرز ما جاء في الورقة النقاشية الملكية السادسة بما يخص العدالة وسيادة القانون ومدى تجاوب مؤسسات الدولة لما جاء في الورقة النقاشية من توصيات كما وتم التوجيه والخروج بتوصيات تشي بضرورة تطوير رسائل إعلامية لمشروع تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل في الأردن لما للإعلام من أهمية بلغة في إصال ما يصب إليه التقرير إلى المواطنين وتوطيد ثقافة سيادة القانون بين المواطنين ترجمة نانسي قنقر